نرجع بقى لأعداد الإصابات والإمبارح ما كانتش أرقام لطيفة أبداً برحكة واحدة من أكتر الأيام في أعداد الوفيات تحديداً 398 حالة من المصابين بفيروس كورونا خرجوا بالسلامة من مستشفيات العزل بعد تلقي أرعاية طبية وبيرتفع إجمالي المتاعفين من الفيروس لـ 12329 حالة من أصل 13732 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية الحالات الجديدة التي تم تسجيلها كمان عددها فيه ارتفاع 1691 حالة إيجابية جديدة والوزارة أعلنت عن وفاة 97 حالة جديدة إجمالي الوفيات في مصر 1672 حالة وفاة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي للمصابين بيقترب من 47462289 حالة إصابة زي ما قلنا لحضراتكم اللي تم شفقهم وخرجوا على خير 12329 تحليل صغار جداً لرقمين بس النهاردة يفرقوا معنا ويفرقوا إن احنا نسأل عليهم حالات الشفاء الـ 12200 حالة إصابة الـ 12000 دول مطلوب منهم إنهم يكونوا موجودين ويكونوا جيش مصر المتعافي يسموها زي ما تسموها بس الـ 12000 دول إحنا متوقعين منهم إنهم يعودوا مرة تانية للتبرع بالبلازمة لتقديم أي دعم مطلوب منهم في الفترة تانية هو ده الدعم الوحيد إنك هتروح في التبرع البلازمة إحنا ما زلنا عندنا قلق حقيقي على الخط الأول للدفاع ما زلوا يا جماعة الدكاترة هم الناس الأكثر عرضة مش بس للإصابات لكن للوفيات في أبحاث كبيرة في العالم بتقول إنه ليه الوفيات أكتر في الدكاترة مش بسبب بس نقص الإجراءات الاحترازية حتى لو كان فيه إجراءات احترازية بس بيتعرضوا لكميات كبيرة من الفيروس الفيروس بيحسب بالكمية؟ آه بيحسب بالكمية ده بحسب الأبحاث العلمية يعني لو تعرض خفيف وبعيد للفيروس ممكن تبقى إصابة ضعيفة لو تعرض شديد لجرعة شديدة من الفيروس ممكن لا قدر الله يبقى فيه مضاعفات كبيرة عشان كده بنقول 12 ألف دول مهمين والسؤال التاني عن الرقم بتاع 97 حالة وفاة جديدة لازم حد كمان مسؤول يطلع يقول لنا هل ده طبيعي؟ هل ده بالنسبة لأعداد الإصابات الغير مشجلة ده طبيعي ودي نسبة طبيعية جوه الـ 2% الوفيات لازم يبقى فيه تحليل أكتر ومعلومات أكتر توصل لنا عشان ما يبقاش فيه فرصة لأن الناس تقول إلحق الوفيات كتيرة في مصر الحقيقة نقول لأ أعتقد أن مصر نسب الوفيات فيها أعلى من كل دول عالم سحنا ناقصنا شوية معلومات عن الرقم 97